الطريقة الثانية من طرق التخلص من الأصول الثابتة عزيزي الدارس هي بيع الأصول الثابت لقد سبق أن تحدثنا إليك عزيزي الدارس وأشرنا بأن الأصول الثابتة اقتنية بقصد بقاءها في المنشئة وأن هذه الأصول تسهم بشكل كبير في نشاط المنشئة وتحقيق الإيرادات وليس الهدف الأساسي هو بيعها ولكن لحالات معينة ولأسباب قد ترتبط بطبيعة المنشئة قد تلجئ بعض المنشئات إلى بيع أصولها الثابت وعليه عندما تكون هناك عملية بيع لأي من الأصول الثابتة لابد من اتباع الخطوات التالية وهي تمثل المعالجة المحاسبية في حالة بيع الأصل الثابت وهذه الخطوات تتجسد بالآتي واحد ينبغي في بداية الأمر أن يتم احتساب مجمع استهلاك الأصل المراد بيعه وهذا المجمع ينبغي أن يكون محسوبا من تاريخ شراء الأصل الثابت وحتى لحظة بيعه الخطوة الثانية ينبغي أن يتم احتساب القيمة الدفترية للأصل وقد أشرنا سابقا إلى أن القيمة الدفترية للأصل الثابت تحسب من خلال عملية إبعاد إجمالي مجمع استهلاك ذلك الأصل من تكلفة الأصل ذاته ثم في الخطوة الأخيرة لابد من مقارنة القيمة الدفترية للأصل مع سعر بيعه وهنا تظهر أمامنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن سعر بيع الأصل يساوي قيمة الدفترية وبالتالي عندما يتساوي سعر البيع مع القيمة الدفترية هنا لا يتحقق لا ربح ولا خسارة بالنسبة لعملية البيع الاحتمال الثاني أن سعر البيع هنا أعلى من القيمة الدفترية للأصل وبالتالي عندما يكون سعر بيع الأصل أعلى من قيمة الدفترية هذا يدلل على أن هناك ربحا رئيس ماليا سوف يتحقق من جراء عملية البيع الاحتمال الثالث والأخير أن سعر البيع هنا هو أقل من القيمة الدفترية للأصل وبالتالي عندما يكون سعر بيع الأصل أقل من قيمة الدفترية هنا يشير إلى أنه قد تحققت خسارة رئيس مالية من جراء عملية بيع الأصل الثابت ومن خلال المثال الآتي سوف نوضح إليك عزيزي الدارس الاحتمالات الثلاث سالفة الذكر قررت منشئ الثمار في 25-6-2008 بيع الآلة بمبلغ 175 ألف ريال مقدم وكانت الآلة قد تم شراؤها في 9-1-2004 بمبلغ 400 ألف ريال وقدر عمرها الإنتاجي بثمان سنوات وتستخدم المنشئ طريقة القصد الثابت في احتساب الاستهلاك المطلوب إجراء القيود اليومية اللازمة سوف نتبع الخطوات التي أشرنا إليها سابقاً والمتعلقة بالمعالجة المحاسبية لعملية بيع الأصول الثابت الخطوة الأولى ينبغي أن نحدد من خلالها قصد الاستهلاك السنوي لاحظ عزيزي الدارس بأن المنشئ تتبع طريقة القصد الثابت وهنا ينبغي أن نقسم التكلفة على العمر الإنتاجي للوصول إلى قصد الاستهلاك السنوي والذي ظهر أمامنا بمقدار 50 ألف ريال في الخطوة الثانية ينبغي أن نحتسب مجمع الاستهلاك من تاريخ الشراء وحتى تاريخ البيع وهنا لابد من تقسيم العملية إلى مرحلتين المرحلة الأولى هو تحديد مجمع الاستهلاك من لحظة الشراء وحتى السنة السابقة لسنة البيع أي من 9-1-2004 وحتى 31-12-2007 أي بحدود 4 سنوات ولكل سنة 50 ألف إذن مجمع الاستهلاك سوف يكون لهذه الأربع سنوات 200 ألف ريال المرحلة الثانية سوف نحسب مجمع الاستهلاك لسنة البيع أي من 1-1-2008 وحتى لحظة البيع بتاريخ 25-6-2008 بمعنى لستة شهور فقط أي قصة الاستهلاك مضروبا في 6-12 أي لستة أشهر فقط ليكون الناتج 25 ألف ريال وبذلك فإن مجمع الاستهلاك سيكون لدينا 225 ألف ريال أي سيكون لدينا مجمع الاستهلاك من لحظة الشراء وحتى تاريخ البيع 225 ألف ريال نحتسب القيمة الدفترية للآلة والقيمة الدفترية كما أشرنا سابقاً يمكن الوصول إليها من استبعاد مجمع الاستهلاك من تكلفة ذلك الأصل أي 400 ألف ريال وهي كلفة الآلة مطروحاً منها مجمع الاستهلاك 225 ليكون الناتج هو القيمة الدفترية للآلة بمقدار 175 ألف ريال نأخذ الاحتمال الأول لما كانت القيمة الدفترية هنا مساوية لسعر البيع المعطى ضمن المثال فهنا لم تتحقق لا ربح ولا خسارة وبالتالي سوف يكون قيد البيع على النحو الآتي من مذكورين مجمع استهلاك الآلة الذي تم احتسابه بالخطوات السابقة حساب النقدية وهو سعر البيع إلى حساب الآلة بمقدار 400 ألف ريال وهذا القيد الحقيقة لم يشير إلى تحقق خسارة ولا ربح كون أن القيمة الدفترية قد تساوت مع سعر البيع أما بخصوص الاحتمال الثاني ولو افترضنا بأننا قد استفدنا من بيانات المثال السابق بافتراض أن سعر البيع هنا هو بمبلغ 185 ألف ريال وعندما تجري المقارنة بينه وبين القيمة الدفترية التي تم احتسابها وظهرت بمقدار 175 ألف ريال يظهر بأن سعر البيع هنا أعلى من القيمة الدفترية وهذا يؤشر إلى تحقق ربح رئيس مالي من جراء عملية بيع الآلة وعندما يتحقق الربح الرئيس مالي هنا ينبغي أن يكون القيد أي قيد عملية البيع وفقا للآتي من مذكورين حساب مجمع استهلاك الآلة حساب النقدية بمقدار 185 ألف إلى مذكورين حساب الآلة وهي كلفة الآلة 400 ألف ريال و10 ألف هو مقدار ربح البيع الذي تحقق من جراء هذه العملية والتي تمت بتاريخ 25 ستة 2008 وهنا في نهاية السنة سوف يقفل هذا الربح المتحقق من عملية البيع والبالغ 10 ألف ريال في أجانب الدائن من حساب الأرباح والخسار كون أن حساب الأرباح والخسار يتضمن في جانبه الدائن كل الأرباح التي تحققت ومن بينها ربح بيع الأصول الثابت أما بخصوص الاحتمال الثالث وعندما يتم الاستفادة من بيانات المثال السابق ومع افتراض أن سعر البيع هنا هو 155 ألف ريال وعندما تتم المقارنة بين سعر البيع والقيمة الدفترية للآلة التي تم احتسابها قبل قليل والتي بلغت بحدود 175 ألف ريال سوف يظهر أن سعر البيع هنا في هذه الحالة هو أقل من القيمة الدفترية وفي حالة حصول هذا الجانب سوف يشير إلى احتمال تحقق خسارة رئيس مالية جراء عملية البيع وإذا ما تحققت هذه الخسارة فسوف يكون قيد البيع وفقا للآتي من مذكورين حساب مجمع استهلاك الآلة حساب النقدية وحساب خسارة بيع الآلة إلى حساب الآلة وهذه الخسارة سوف يتم أقفالها في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسار في نهاية العام أي سنة البيع وبالتالي سيكون القيد من حساب الأرباح والخسار إلى حساب خسارة بيع الآلة وبمقدار الخسارة الظاهرة أي بمبلغ عشرين الف ريال